يعني بحقكم مرة أخرى نكمل مع عيسر شرحك لنقاط قوة المنتخب المغرب وزي يستغل لها ضد المنتخب الأسباني يلا بينا معنا الأول الإحصائية بتاعت الفرق أقل استحوازنا كريم في كاس العالم حتى الآن مين منهم صعد رغم أنه مقدم أقل استحواز ومينهم من الولايات تلاقيكوا استريكا أول واحدة في المقدمة بتاعت القايمة دي 31.18 نسعدتش بس اليابان صعدت وأقل استحواز بولندا صعدت وأقل استحواز ننزل بالمغرب 38.2% وصعدت فبالتالي أنا قصة استحواز مش محتاج منها حاجة وهبني عليها كلام تالي لا وصعدت أول كمان معنا كمان صورة تانية الاستحواز هاي لبعضه على طول اه لو معنا صورة الاستحواز الأول طول عشان وقتها مفيش طيب يعني لا طالع طول توتري الكرات السبت الكرات السبتة اللي عملوا ريكراكي مباراة بلجيكا استغلال قدم اليسرى لحاكيم زياش مدرب اللعيبة رومان سايز بوس فين اللي قلنا عليها انه قطع بس بكدفة حسبت افساين ادي واحدة حاجة برؤية عن كورتوا تساج منا دا تلغى الهدف دا اللقطة اللي بعدها على طول نفس التكتيك مرادي الصبيري اللي لعبها وكوفئ بانه برضو اللقطع بص اخر واحد لما نخش على اللقطة اللي بعدها اللي رايح له احتفل بالهدف بعد في اللقطة التانية رومان سايز اخر واحد حاجة بالرؤية تماما عن كورتوا فبالتالي سلاح الكرات السبتة اعتقد ان ريكراكي بزكاء وبفاعلية قطع الطريق على جمل كتير جدا وعلى ان امسك كورة كتير جدا واعمل حاجات كتير ومساطش المرمى مثلا على نقيد المنتخب السعودي مثلا فبالتالي بحقيق انه عنده الفرصة دي فبالتالي هم احتاج بس البناء على دا في امبارات اسبانيا لازم اضرب الاسباني وهم عندهم مشكلة اصلا في ضربات الحرة كنت بتكلم انا وهي ما قبل الهوى ضربوا كمان في كورة روديجير في ألمانيا فقوريدي في خلل في التغطية وكمان في الاطوال في الكورات السابتة فبالتالي منتخب المغربي لازم يبني عليها شوف بقية اللقطات اللي معنا شوف اللقطات يا جمال اللي بقية معنا لو جاهزة معنا نلحق نستغل التلاتين سانشا طيب هنا برضو كورة تانية بعتقد انه سهلة ومش محتاجين ان احنا نلعب كورة معقدة بيعجبني في الكراكي بيوصل الجول بيلعب كورة مباشرة وكورة حديثة الكورة دي ملعوبة من ياسين بونو كورة عداية بص ازاي اللعبة المغرب تفوقت على المنتخب البلجيكي وتقدر تتفوق على المنتخب الاسباني في كورة بسيطة جدا اتلعبت الكورة خلاص كسب الكورة التانية او كسب الالتحام حمد الله كسب الكورة اعتقد ده بيرتونجن تقريبا لا ده ألدرفيلد ألدرفيلد اتلعبت ليه صابيري كان لواحده خالص عمل الكورة بالهد نزلت لزياش في المرتين انت كسبت الكورة كسبت الكورة التانية والالتحام المباشر كورة اللقطة اللي بعدها زياش خد الكورة كستاني المدافع بتاع ليستر يعني متقلقش على زياش في المنطقة دي عمل دريبلينج ولعب الكورة بالعرض صابيري ما طبعا بخلال قصدي الكورة قدام الجون قدر يسجل هدف كورتين أو طريقتين للوصول للمرمى واحدة منهم ضربات السبتة واحدة تانية وهي ضربة سبتة ضربة مرمى لما أنا لعبت تتفوق في الالتحامات الهوائية قدر أسجل هدف ببساطة جدا الجزء الأهم بنسبالي هي قصة الاستحواز زكريم سريعا بس ماشي بسرعة أسبانيا بسرعة جدا عندنا صور الاستحواز عشان بس الناس بتتكلم انه الكورة أو كده أنا عايز أقول لك حاجة بالدرجة المصرية كده أسبانيا انتهت الشحالي بيربل هي فكرة بس ان الاستحواز يكون الاستحواز إيجابي أسبانيا مع إنريكي أنا بشوف انها بتمرجح الكورة في النهاية اليابان قدرت تكسب اليابان قدرت تكسب بمية تلاتة وخمسين باصة صحيحة بس أصاد هم عاملين تسعمية ستة وستين باص فبالتالي مش مطلب دي مش دعوة لوليد ريكراكي أو المنتخب المغربي العربي شغيق انه يتراجع دعوة انه نكون استحوازي إيجابي على الجون ومحتاج ان نكمل على الأقل وده سهل جدا من المنتخب المغربي مية تلاتة وخمسين أو مية أربعة وخمسين باص صحيح وقدر أكسب المباراة واسيب الاستحواز وبرضو باللغة فوزاخب أسطاني يمرجح الكورة زي ما هو عايز وينقلها ناحية الشمال زي ما كنا نهيما بيقول وهم أننا في الآخر قدر أحقق النتيجة وكسب أسر رائع كالعادة بناخذ